ذلك الحكم هذه قضية أساس هذا معناته ما يقتنع بالدستور وهو لا يعترف بمتجعية الدستور وهو يدعي أنه يرفع لواء حماية الدستور خليني أطرح لك هنا اسم أحد الأشخاص واللي هما عادة شخص معروف بدفاع المستمر عن الدستور وهو رئيس مجلس الأمة السابق سيد أحمد السعدون وهذا كلامه كان حول ما إذا تم تحصين مرسوم الصوت الواحد إذا عاد الحق الحق فهو خير وإن ذهب إلى اتجاه آخر فأنا أتحدى أي واحد يقول لي إلى أين نحن ذاهبون نحن سنذهب إلى المجهول والله وحده يعلم الناس لن تنسى من سيخذلها لو كان وحيدا وكذلك لن تنسى من سينتصر لها يوم 16 6 يوم تاريخي والناس تنتظر إلى أعضاء المحكمة الدستورية الآن لن نصمت عما صمتنا عنه خلال 50 سنة والشعب سينتظر هذا كلام عام شوف حتى هذا ترى ما دخل في التفاصيل كلام عام ونفس الكلام اللي قلته أنا أقول حق الأخ أحمد السعدون أنت ليش رشحت رئيس مجلس أمة ونائب رئيس مجلس الأمة في مجلس الواحد وثمانين ولما تم إقرار المرسوم أيضا استمريت في عضوية المجلس والمجالس السابقة التي أسست على مجلس الواحد وثمانين بمرسوم ضرورة وللعلم يعني كما وضحت لك مرسوم الضرورة في الواحد وثمانين غير نظام انتخابي تغيير أساسي وشامل هالمرسوم غير بس من الخمس أصوات إلى الصوت الواحد وبالتالي هذا كلام عام على الأسف وأنا أذكر الأخ أحمد السعدون اللي وهو يدعي حماية الدستور في البيان الانقلابي رقم واحد عندما رفضوا جميعهم ووقعوا حكم المحكمة الدستورية تقصد الأغلبية المطلقة الأغلبية المطلقة عندما وقعوا برفض حكم المحكمة الدستورية أنت إذا ما عندك مرجعية إذا ما تقر بحكم محكمة الدستورية هذه هي الفوضى هذه هي الفوضى ونحن دائما نكرر ونؤكد ان اما دولة قانون ودولة مؤسسات ودستور واما دولة فوضى عدم الالتزام بحكم المحكمة الدستورية هو